موسيقى أهلا بكم الواقع كما هو شعار الميادين بل هاجس الميادين منذ اللحظة الأولى لانتلاقتها انتلاقة تزامنت مع اشتعال ميادين عربية كثيرة بتحركات احتجاجية بدأت بمطالب محقة وتحول بعضها إلى فوضى وإرهاب هذه التحركات محمد ولدت أزمات اقتصادية واجتماعية على ما يبدو ولم تعالج الأزمات القائمة تماما إليسار وهذا ما دفع الزملاء في مختلف الأقسام في الميادين إلى الحرص على تجسيد شعار الواقع كما هو كل من موقعه وبحسب مسؤوليته وهذا ليس سهلا كلنا يعرف أن هذا الأمر ليس سهلا أبدا لهذا السبب محمد نستضيف أو نسأل الزملاء في الميادين عن كيفية ترجمة وتجسيد هذا الشعار شعار الواقع كما هو وعن الصعوبات التي اعترضت طريقهم في النشرات الإخبارية والتغطيات وكذلك الحوارات بداية اسمحي لي أليسار أن أعرف بزملائنا هنا في غرفة الأخبار عبدالله شمس الدين رئيس التحرير في غرفة الأخبار مرحبا بك أهلا بكم عباس اسماعيل محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية مرحبا بك أهلا بكم ملحم ريا مذيع في القسم السياسي والأخبار أهلا بكم ومحمد السواد منتج في غرفة الأخبار مرحبا بك أهلا بكم أهلا بكم جميعا ونبدأ من رئيس التحرير المسؤولية الكبيرة في غرفة الأخبار أستاذ عبدالله أو الزميل عبدالله في الواقع شعار الميادين بدأ بالنسبة إلى البعض صعب التحقيق وتساءل كثيرون عن مفهوم الواقع ماذا نقصد بهذه الكلمة؟ وهل حقا نحن نغطي كامل الواقع كامل جوانب الواقع؟ هذا السؤال يقودنا للحديث عن فلسفة الميادين لماذا الميادين؟ كما نعلم الميادين انطلقت في ظل أجواء تعم الساحات والميادين العربية من مصر إلى اليمن إلى البحرين إلى العراق إلى سوريا وقبلها تونس وأيضا إلى ليبيا كل هذه الساحات وكل هذه الميادين كانت مشتعلة وبالتالي عندما انطلقت الميادين كان لابد أن تعكس هؤلاء الناس وهذه الشعوب التي تتواجد في هذه الساحات الواقع طبعا الواقع الموجود على الأرض يجب أن تعكسه الميادين لكن كيف تعكسه؟ هناك الكثير من الوقائع التي كانت تجري كانت تنعكس بطريقة ربما خاطئة أو ربما ليست صحيحة وهنا السؤال الذي يطرح هل يمكن أن نعكس كل الواقع؟ بالتأكيد نحن نعكس الواقع لكن ليس كل الواقع لأن هناك الكثير من هذا الواقع الذي لا يمكن أن نعكسه على الشاشة ربما لأخلاق الشاشة ربما لأنه ليس من المهم أن نعكسه لما يأتي بصورة سلبية لا يمكن مثلا أن ننقل عمليات الذبح لا يمكن أن ننقل عمليات الشتائم التي كانت تصدر بعض الأحيان لا يمكن أن ننقل مثلا عمليات القتل المباشر هناك الكثير من الأمور أو بعض صور الجثث القريبة جدا هناك أخلاقيات في المهنة علينا أن نحافظ عليها وبالتالي عندما نقول أننا نريد أن ننقل الواقع من الميدان علينا أن نقترب من الميدان أكثر لذلك سوف نلاحظ بعد قليل عندما نتحدث عن تغطياتنا أننا كميادين كنا في قلب الميدان لا ننقل الميدان عن بعد هذا الميدان كانت فيه فلسطين المحتلة ولها الحصة الأكبر قسم الشرون الإسرائيلية في قناة الميادين هو القسم الوحيد في الفضائيات العربية الذي ينقل ويهتم بهذه القضية الأساس كيف تصف لنا واقع عملكم اليومي سواء داخل غرفة الأخبار أو من متابعاتكم مع الزملاء في مكاتب فلسطين المحتلة وهنا داخل القناة بداية في توقيت انطلاق الميدان أشار إليه الزميل عبد الله كانت كل الأنظار شخصة باتجاه العالم العربي الميدان فورا انطلاقتها كما يقال يممت وجهها شطر المجد الأقصى وحددت بوصلتها فلسطين وانطلاقا من هنا بما أن بوصلة الميدان كانت فلسطين المعرفة معرفة فلسطين ومعرفة من يحتل فلسطين ومعرفة ما يجري في فلسطين هو شرط أساسي لكي لا تضيع البوصلة اتجاهها الصحيح ومن هنا كانت أهمية أن يكون هناك في الميدان قسم أو زملاء يتابعون الشأن الإسرائيلي بهدف نقل الواقع كما هو لا نقل الواقع كما يراد لنا أن ينقل وهذه المهمة ليست بالسهلة أبدا في متابعة الشأن الإسرائيلي لأن عمل من يتابع في الشأن الإسرائيلي هو عمل حساس ومعقد لأنه يجب أن تأخذ في عين الاعتبار باستمرار مجموعة من المحاذير ربما أهمها يجب من يريد أن ينقل إلى العالم العربي الواقع كما هو داخل فلسطين المحتلة أن لا يقع في التطبيع يجب عليه أن يكون متواعي يجب أن يكون منتبها دائما لكي لا يكون جزء من الحرب الإعلامية الإسرائيلية أن لا يخدم الحرب النفسية الإسرائيلية وفي نفس الوقت هو مطلوب منه أن ينقل الصورة الحقيقية والمعرفة الحقيقة لذلك هذه المهمة ليست بالسهلة وتتطلب سير بين الألغام سنخذ في تفاصيل هذه التقنيات وخلال حلقتنا طبعا في سياق الحديث عن العمل داخل غرفة الأخبار وعن صناعة الخبر ننتقل إليك ملحم كيف يمكن أن تطبق مبدأ الواقع كما هو أن تكون واقعيا وصريحا وواضحا مع ضيوفك من ناحية عندما تختار الضيف ومن ناحية ثانية عندما تنتقل الأسئلة وتقرر تحديد الأولويات في طرح الأسئلة تحديد المواضيع اشرح لنا أكثر عمليا كيف تطبقون هذا المبدأ طبعا الإصار يعني موضوع البرامج الحوارية تحديدا إذا أردنا الحديث عن هذه النقطة بالتحديد اختيار الضيف بداية هو كما يعني كما قال الدكتور يعني كما يسير بين الألغام في الحقيقة أولا هناك موضع شائكة كثيرا كما ذكر أيضا الأستاذ عبدالله في المنطقة بدأت منذ عام 2011 منذ انطلاق تقريبا الميادين موضع شائكة كثيرة في العالم العربي كان في ليديا كان في لبنان أيضا في سوريا في العراق في اليمن في عدة مناطق عربية وبالتالي كان لابد لنا عندما نختار الضيف أن نكون حريصين على أن نجمع كل الأطياف يعني إذا أردت أن تختار ضيف موالي مثلا لقضية ما عليك في المقابل أيضا بنفس الميزان وبنفس المساواة أن يكون هناك ضيف أيضا من الطرف الآخر ألا يوجد فيتو على أحد؟ كنا نرعيها دائما في قناة الميادين في كل الحوارات التي تضمنتها الميادين منذ انطلاقتها وإلى هذا اليوم ألا يوجد فيتو على أحد؟ ألا يوجد رفض قاطع لاستضافة البعض بطبيعة الحال عندما نتحدث عن معايير ومبادئ بنيت على أساسها قناة الميادين منذ انطلاقتها هذه القيم وهذه الثوابت المحددات الرئيسية التي تسير الميادين إن كان في طرحها للأخبار أو إن كان في اختيارها للضيوف تأتي بناء على هذه المحددات وهذه القيم والثوابت التي طرحتها يعني مثلاً لا يمكن أن نصد ضيفاً في قناة الميادين يتفوه بتحليل أو بألفاظ مثلاً تثير الفتنة الطائفية هذا على سبيل المثال لكن البعض أو يحرض على التطرف أو يحرض على التطرف والإرهاب هذا أيضاً مثال آخر لأنه من المبادئ الأساسية في قناة الميادين هو الحرص على نبذ الفرقة والتفرقة في العالم الإسلامي وأيضاً الحرص على نبذ التطرف والإرهاب وبالتالي هذه هي المحددات التي كنا نسير على أساسها إن كان في اختيار الضيوف أو إن كان في طرح الأخبار في نشرات الأخبار أو في الحوارات التي كنا نجريها على مدى هذه السنوات هناك مسلمات فيما يتعلق بهذه القضية لا يمكن أن أصطدف مثلاً ضيف إسرائيلي أنا أعتبره هذا عدو محتل أرضي لا يمكن أن أصطدف شخص أو سياسي أو أي شخص يتعامل بشكل صريح مع العدو الإسرائيلي منها نحن كما ذكر دكتور عباس نحن البوصلة أمامنا هي فلسطين والقدس وبالتالي لدينا هوية لهذه القناة وعلى أساس هذه الهوية يتم اختيار الشخصيات التي يمكن أن نصطدفها هذا ما يشاهده المشاهدون قناة الميادين على الشاشة محمد أسألك وأنت محدد منتجة في غرفة الأخبار نتعرف معك على ما ورأيات هذه الأحداث التي يتابعها المشاهد لنتعرف أكثر على ألية تفكير وتفكير المنتجين في المطبخ الإخباري لقناة الميادين لنتعرف أكثر كيف تدار الأمور من داخل غرفة الأخبار وكيف يتم إخراجها إلى المشاهد العرب صحيح نحن في غرفة الأخبار كما ننتقل الخبر ننتقل الضيف كما ننتقل الضيف أن يكون الضيف غير طائفي يطرح طرح يناسب سياسة الميادين أيضا نختار الخبر المناسب الذي يمكن أن يساعد على التسوية بين القرقاء نحن في ملفات عديدة تجنبنا أخبار وتجنبنا السبق الصحفي كما يسميه البعض حتى لا نشعل مزيد لا نكب الزيت على النار في بعض الملفات وتحديدا في الملف الفلسطيني الجميع يعرف أن هناك خلاف بين الفصائل الفلسطينية نحن أكثر من شددنا على أن يكون طرحنا متلائم خاصة مع اليوم أزمة القرصة التي نمر فيها الآن حاولنا جمع جميع الفصائل الفلسطينية في غرفة الأخبار في تقاريرنا في أخبارنا حتى يكون الطرح مناسب إلى يعني تهيئ بيئة مناسبة للتصالح والتسامح والتوحيد الصفوف المقاومة ضد الاحتلال هل الحماسة قد تقود أحيانا إلى اختراق المحاذير الإعلامية من نقل صور باشعة لداعش مثلا وجرائمها في سوريا والعراق أما هناك ضوابط نلتزم بها ولا يسبقنا حسن الصحفي في بعض الأحيان لكي نسبق كما سبق وتفضل باقي المؤسسات الزميلة والمنافسة هل من محاذير واضحة هنا في داخل القناة أم أن الجوء العام يفرض علينا الالتزام بهذه المعايير بدون مبالغة صدقني بعض الأحيان نتناقش هنا في غرفة الأخبار مع رؤساء التحرير ساعات طويلة على كلمة هل نضيف هذه الكلمة أم نرفع هذه الكلمة ما هو الأنسب هذه الكلمة هل نقول داعش أم فلول داعش هل نقول تنظيم الدولة الإسلامية كما يطلق على نفسه أو تنظيم الدولة نختار الكلمات ساعات وربما أيام نتناقش هنا سؤال لعود الله رئيس التحرير هذه المصطلحات أو هذا القاموس من المصطلحات من يضبطه من يروج له أو يفرض سياسة التعاطي به من انطلاق من هذا السؤال عليك أن تحدد كما ذكرت الأولويات عليك أن تجيب هل الإعلام في خدمة الهدف الذي وضعته أم هذا الهدف هو في خدمة الإعلام لذلك نحن نذهب إلى أن السكوب ليس هو الأساس عندنا لدينا الكثير من الأمور التي يمكن أن نكون فيها السباقين والأوائل لكن نتجاوزها من أجل القضية الأولويات كلكم تذكرون عندما دخل داعش إلى الموصل كل القنوات العربية وربما الغربية تحدثت عن هؤلاء بأنهم ثوار نحن الوحيدين الذين كنا السباقين واتخذنا القرار بأن نقول عن هؤلاء إرهابيون واكتشفنا فيما بعد واكتشف الجميع بأنهم إرهابيين وما قاموا به هو ولحقنا فيما بعد الجميع وأطلق عليهم اسم إرهابيون لأنهم في تصرفاتهم فيما قاموا به في المشروع الذي كانوا يحملوه وانتقلوا به من سوريا إلى العراق كان مشروعا هداما ومشروعا كبيرا لذلك نحن كسياسة تتعلق بقناة الميادين وتحديدا في غرفة الأخبار عليك أن تتخذ القرار في لحظتها لا تملك الوقت الكثير طبعا نعقد اجتماعات نتشاور نتحاور فيما بيننا لكن نضع نصب أعيننا الهدف الذي نحن أنشأنا هذه القناة من أجله القضية الأساس التي ندافع عنها كما وضعنا بأن فلسطين هي البوصلة أيضا وضعنا نصب أعيننا بأن الإرهاب هو رأس الأفعى الذي يجب أن نكون نحن في المحور الذي يجابهه أو يعمل لكي ينتهي هذا الإرهاب هذا الإرهاب كانت رأس الحربة وكان بادئ هذا الإرهاب هو الكيان الإسرائيلي ومحمد تحدثت عن الحماسة أحيانا في نقل الخبر هنا عندي فضول كبير أسألك الزميل عباس معيل قد نميل جميعا إلى تشويه صورة العدو وإلى السعي لجعله مكروها ومذموما لدى الرأي العام ولكن هل نحن واقعيون في نقل صورة الكيان الإسرائيلي عبر رصدنا لوسائل إعلامية وعبر رصدنا أو ترجمتنا لكل المقالات ولكل التصريحات الصادرة داخل هذا الكيان هل نحن واقعيون أم أننا نلجأ إلى البروباغندا؟ حقيقة البشع لا يحتاج إلى توصيف إذا نحن أمام وجه بشع لا يحتاج أي ناظر إلى أن يختلق الأوصاف لكي يقول عنه بشعا الاحتلال بشع الاحتلال الإسرائيلي بشع وبالتالي ليس من مهمتنا أن ندل العالم على بشاعة ما هو بشع كل عالم تعرف ولا أحد بحاجة أن نقنعه بأن الاحتلال وأن الاحتلال إسرائيلي هو بشع نحن المهمة الرئيسية هو أن هذا الوحش يجب أن تنقل صورته كما هي حتى تستطيع أن تواجهه أن تنقل إيجابياته وسلبياته ولكن عند النقد يجب أن تكون حذرا أنك لست أداة لتصويق مشروعي لست أداة ليخوض الحرب بها وهذه كما أشارت طرية مهمة صعبة جدا متابعة الشأن الإسرائيلي بهذا المجال يجب أن تمر بمراحل بمعنى أن الفريق الذي يتابع الموضوع الإسرائيلي يجب أن ينزع من حساباته الاعتبارات بالمرحلة الأولى وأن ينقل كل ما هو أمامه كل ما يراه ولاحقا يتم بفترة قياسية يتم تمحيص يتم كما يميز الخبيث من الطيب تعرف أين الخبيث وأين الطيب بشرط أن لا تمث بالخطوط العامة التي تقوم على مبدأ الدقة في النقل والأمانة في النقل والموضوعية في النقل وأيضا مراعاة السرعة وتجنب الوقوع في المحلول كيف يتم توزيع الأدوار كيف تعملون عندكم غرفة صغيرة أحيانا لا نشعر بوجودكم أنتم القسم الصامت لكنه منتج كثيرا ماذا تفعلون كل يوم لتستطيعوا كشف هذا العدو نتابع عمليات رصد والأرشد لا بد من الإشارة لأن إسرائيل فيها فضاء إعلامي واسع جدا مسألة متابعة الفضاء الإعلامي الإسرائيلي ليست بالمسألة السهلة لأن هناك كثير من وسائل الإعلام وهناك الكثير من المواد التي تطرح من المهام الصعبة التي يواجهها فريق العمل هو أن يميز بين الخطاب الإعلامي أو المادة الإعلامية التي تكون هي موجهة وتنتضمن رسائل موجهة للعالم العربي وبين أن تلتقط المادة من فم الإسرائيلي إذ صحة عبر لقي تتمس بها وتحولها إلى سلاح في مواجهة الإسرائيل يعني هناك كثير من المواقف من المواد من التحليلات التي يتم تكون الهدف من نقلها هو أن ينقلها العالم العربي أو المسائل الإعلامي العربي إلى المجتمع العربي وبالتالي تكون أنت قناة أو يكون عمل قسم الإسرائيل بينما هناك مساحات كثيرة يظن الإسرائيل أنه يخاطب الإسرائيل يخاطب نفسه يخاطب داخله هنا تكون المساحة أوسع في التقاط المعلومة التقاط التحليل ونقله الشرط الأساسي هو عند النقل أن يكون النقل الموضوعي النقل الآمن النقل الضقيق ولكن أن لا تكون من ينقل هو رهينة وضحية الرسائل التي ترسل إليه وهذه مهمة تماما لهذا من طهر تقاريركم إلى متابعة إذا لم يبعطوا لنا كل شيء والأوتلوب بضل والعان من القسم الإسرائيل المسؤولية بالفلتر إذا صح التعبير تقع بالنهاية على عاطق رؤسة التحرير والمنتجين لأنهم هم مسؤولون بالدرع الأولى عن سياسة القناة القسم هو معني بالدرع الأولى بأن ينقل المادة حتى التعبير حتى لا يتم التصرف عند النقل الخام إذا صح التعبير أريد أن أذكر فقط ببرنامج عرضته الميادين لفترة طويلة كان يرصد خلف الجدار كان يرصد التحركات الداخلية لأحزاب الإسرائيلية وما إلى ذلك وأيضا كل الممارسات والعنجهية الإسرائيلية التي كانت تمارس بحق الفلسطيني وأنا باعتقاد أنا قدمت يعني عدة مرات لهذا البرنامج فالحقيقة كان برنامج مميز جدا لأنه يعني يشير إلى الواقع الذي تعيشه أو يعيشه الكيان الإسرائيلي من الداخل وكيفية عملية التهاوي كيف يتهاوى هذا ويتداعى هذا هذا الكيان الإسرائيلي من الداخل من خلال طبعا الصراع ما بين الأحزاب وكان يعني أعتقد بأنه كان برنامج مهم بالنسبة للمشاهد العربي ليعرف ماذا يدور داخل هذا الكيان لا أدري إن كان لديك تعليق شكرا على الدعاية حقيقة يعني كان هذا رأيي وأنا استفت من هذا البرنامج كثيرا حتى من خلال يعني المواد التي كنتم ترسلونها في القسم وكنا نتابعها نحن كمقدمين محمد لا تجري الرياح دائما بحسب ما تشتهيه سفن يومكم المرشد في صالون التحرير مطبخ التحرير الضيوف أحيانا يخذلونكم لسبب تقني أو لعدم وفاء في الموعيد النشرات قد تفوتنا بعض الأمور التقنية هنا كيف تتعامل وأنت على وجه السرعة مع السماع مع رأس الساعة مع الحدث المعين مطلوب مهارات معينة مطلوب حسة معين لدى منتج الأخبار وهو بطبيعة الحال قائد فريق صحيح الأشكالية الأولى أو الأكبر التي تواجهنا هي الصورة التي نرى أنها مناسبة كي ننقلها إلى الناس نحن عندما تكون لدينا سياسة في غرفة الأخبار عندما تكون لدينا صورة نعتقد نحن في غرفة الأخبار أنها مناسبة لكي نبثها المشاهد لا نتوقف عن بثها قد نلغي نشرات أخبار قد نلغي مواجز قد نلغي كل شيء ننقل الصورة كما هي إلى المشاهد يعني أي أحداث في العراق فتحنا ساعات طويلة للمشاهد الهواء الصورة مباشرة للمواجهات بين فلول داعش والقوات العراقية في سوريا كذلك في اليومين الأخيرين في القدس في فلسطين المحتلة فتحنا الهواء لساعات طويلة ألغينا عندما نلغي هذه النشرات نواجه في آخر سألنا عن الغاية محمد الاقتصاد والرياضة أو بين الضحايا عندما نلغي هذه النشرات نواجه في آخر الدوام في نشرة منتصف الليل بأننا لم نعمل الأخبار هناك كم كبير من التقارير التي يجب أن نبثها أيضا وتعب مراسلوها في الخارج كي ينجزوها في الداخل في ذلك نقوم بعمل مضاعف في الساعات الأخيرة قبل نشرة منتصف الليل بأعدد جميع الأخبار من جديد وتأهيلها وتجديدها وتغيير الصور ونبثها للمشاهد الذي يجلس في البيت ويجعل هذه طبيعة عمل غرفة الأخبار في كل القنوات معروف بأن غرفة الأخبار هي عمل سريع وعمل آني وفي أي لحظة يمكن أن تغير كل نشرة الأخبار أو تلغيها أو تنصف كل شيء وتذهب في نقل مباشر بالنهاية نحن الآن في عصر عصر الصورة والصورة الآنية ليست الصورة المسجلة يعني يجب أن تنقل كل شيء مباشر خصوصا مع مواقع تواصل صحيح وعندما نتحدث نحن عن نقل الصورة نحن ليس الهدف فقط أن ننقل مباشرة هناك رسائل سياسية نريد أن نوصلها عندما كنا ننقل لساعات طويلة من الموصل ليس لأننا نفضل الموصل على مدن أخرى بل لأن تحرير الموصل كان يعني بالسياسة كان يعني بما يجي في المنطقة أنه سيغير كل ما بعده أيضا عندما كنا ننقل بهذا الكم الكبير من حلب أيضا هذه رسائل سياسية كان يعني أن انتصار حلب يعني انتصار كل الملف السوري يعني تغيير في كل الملف السوري بالنهاية النقل ليس فقط لنقل الصورة أو لنقول أننا نحن الآن في الحدث وغيرنا لن يلحق بنا أو يسبقنا الهدف هو ماذا تعني هذه الصورة بالسياسة سنتابع هذا الحديث عن النقل المباشر وعن صناعة الأخبار ونتابع التعرف إلى كواليس صناعة الخبر في الميادين ولكن بعد فصل قصير إذا المشاهدين لا تذهبوا بعيدا فاصل ونعود اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدين وأهلا بجميع الزملاء البداية في القسم الثاني من هذا الحوار معك محمد لن تهرب مني هذه المرة سيسألك عن قسم الرياضة بالتحديد قد يعتقد البعض أن قسم الرياضة قد لا يكون مسيسا ولكن في الميادين كيف يمكن لقسم الرياضة أن يصلت بالضوء نتابع ونجاري كل القضايا التي حتى سياسية صحيح كما قال عبد الله ومحمد فهم في مطاردة متسارعة مع الأحداث نحن في مطاردة متسارعة معهم في ملفاتهم والقضايا التي يتناولونها الشق الرياضي يعنيه جدا ما يدور من أحداث في عالمنا العربي المنشآت الرياضية الاتحادات الخيارات ومؤخرا نلاحظ في أكثر من اتحاد حتى في عالم السوى الخليج محمد أدرمني بهذا الموضوع لا يمكن فصل السياسة في عالمنا العربي عن الرياضة وبذلك نحن ملزمون بمتابعتها ضمن المعايير وسياسة التحرير التي تنتهجها القناة لم نغب عن مجمل الأحداث لا في فلسطين وآخرها المناوشات في فيفا بين ورقة الإسرائيلية والورقة الفلسطينية والبطاقة الحمراء التي طردت أو طالب الفلسطينيون بطرد إسرائيل من العائلة الكروية الرياضية الدولية لانتهاجها سياسة تعسف وسياسة تضييق الخناق على اللاعبين والرياضيين لخنقهم وهذه من أولوياتنا وأولويات عملنا وقضايانا في قسم الرياضة عبدالله ومحمد المتابعين معنا كثير بهذا الموضوع ويعرفوا قديش نحن مهتمين بهذا الموضوع حتى على مستوى أكثر التغطيات الأوروبية والانتخابية بأكثر من رياضة وبأكثر من اتحاد دولي وقاري كنا نغطي بهذا الموضوع وما أصرنا بهذا الموضوع على أن الهوية السياسية هل فلسطين حصة خاصة ومكانة خاصة في قسمكم؟ أكيد لم نغب طوال فترة البث في منذ انطلاق الميادين عن هذه القضية الأساس محلياً مع الزملاء في مكتب غزة وزملاء في الضفة الغربية متابعة الزيارات المتكررة والأحداث الكروية وغيرها للفرق الفلسطينية في الخارج لكن هناك سيغل من المرة الأولى نقوله هم يعتقدون بأن إلغاء النشرات الرياضية أو المواجزة الرياضية مرتبط فقط في النقل المباشر لكن هناك سبب آخر دائماً عندما تكون ريال مدريد هي الفائزة نلغي النشرة عندما تكون برشلونة هذا اعتراض خطير نحن متهمين إلى حد ما بانتماء معظم الزملاء إلى ريال مدريد على حساب برشلونة الزملاء حتى بيشاركون من قسم الرياضة وحتى غير باية الأقسام بالانتماءات الرياضية نتناوج فيما بعض نحن بالأخبار مع برشلونة صحيح صرنا معسكرين ولكن تعلم محمد أن الأحداث الرياضية وعالم الرياضة لا ينفصل كثيراً عن عالم المال والأعمال نحن نهتم لقسمكم أيضاً وهو ما في أكثر من مناسبة التزمنا نحن وإياكم في مواضيع مشتركة سبق لنا صحيح سبق لنا التنسيق في مبيننا لأن عالم المال والأعمال والرياضة كله سيصب في خانة السياسات الرياضية العامة سيما روسيا وملف المنشطات وملف المونديال ملف مونديال قطر أيضاً 2022 لا يمكن فصل هذين الأمرين عن بعضهما البعض حتى بالروح الرياضية وبالحوارات يمكن للضيف في ملفنا سياسي معين أو لأحد الزملاء وملحم يشاركون في أسهاراتنا سواء في الميادين أو داخل الدوام أو خارج الدوام في سهارات مشتركة يكون لنا أجو واحد بهذا الموضوع وحتى نقاشات قد يعلوا الصوت أحياناً في أرائنا يحدى من نقاش تعلم محمد استثنائية الوضع تستوجب تعاملاً استثنائياً مع الأخبار والأحداث ربما نميل جميعاً إلى متابعة المباريات الرياضية وترفيه عن أنفسنا والاهتمام بما هو جميل بما هو ثقافي لكن الوضع استثنائي في المنطقة ولهذا تركز نشرات أخبارنا الرياضية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية على كل ما هو هادف كل ما يخدم قضية الميادين وما يخدم شعارها لنقل الواقع أو ما يجب نقله من الواقع كما هو لنبقي الرأي العام على الطلاع بالحقيقة هو ما ترجمون في أكثر من زيارة خارجية خارج القناة وتغطياتكم في حلب أيضاً للجوانب الحياتية والمعيشية كنتم أيضاً مهتمين بهذا الموضوع وسبقين له أيضاً في تغطياتكم وموادكم صحيح أكيد لو تخبرنا زميل عبد الله عندما تحاولون رسم النشرة الإخبارية على أي أساس تحددون الأولويات ألا تشعرون أحياناً أن المواضيع تتكرر العنوين عفواً تتشابه من يوم إلى آخر يعني شخصياً بحسب خبرتي أكثر من 20 عاماً أنا في حقل العمل التلفزيوني بالعكس هذه السنوات الأخيرة على الأقل الست سبع سنوات الأخيرة لم يكن هناك رتابة أبداً في العمل الإخباري أذكر سابقاً أنه كنا نبحث عن الملف لكي نناقشه أو لكي يكون أساسياً في نشرة الأخبار نحن الآن في زمن الملفات تتزاحم ونضيع أين هو الملف الأساسي وما يمكن أن نناقش حتى في هذا الملف هناك زوايا كثيرة لكن يحدث أن تراوح الأحداث مكانها ولسيما في الميدان عندما يكون هناك بالتأكيد لكن هناك العديد من الزوايا التي يمكن أن تناقش به هذا الحدث الحدث الأمني له خلفية سياسية الحدث السياسي له خلفية اقتصادية حتى كما قال محمد الحدث الرياضي له خلفية سياسية وأقتصادية الحدث السياسي له خلفية اجتماعية ما يحدث في اليمن اليوم هو كارثة اجتماعية مع أن الحدث هو سياسي وميداني وبالتالي هناك تشابك في هذه الملفات نحن في الميدين عندما نجتمع يومياً صباحاً نضع هذه الأمور أمامنا ونناقش بها ونحدد أولوياتنا ما هي الملفات التي نسير بها كل هذا النهار ما هو الملف الأول ما هو الملف الثاني ويتشعب هذا الملف ويمكن في أي لحظة أن تنقلب الأمور يصبح الملف الأخير هو الملف الأول ويأتي ملف جديد بالتالي العمل الإخباري غرفة التحرير أنا كما أصفها دائماً هي كخلية نحل لا يمكن للهدوء أن يعرف مكاناً فيها دائماً هناك عمل منفعل لذلك أن أقول من يعمل في غرفة التحرير إن كان محرراً أو مراسلاً أو مذيعاً أو منتجاً أو رئيس تحرير عليه أن يتحلى بالتعامل بهدوء أن يكون صبوراً ببرودة أعصاب ببرودة أعصاب كي يستطيع أن يكمل في هذا العمل خاصة علاقتنا مع المذيعين دائماً نطلب من المذيعين أن الآن يجب أن تكون على الهواء يضطر أن يكون على الهواء وهو يعرف العنوان العريض لا يعرف التفاصيل تحت الهواء نذهب ونتحدث في التفاصيل لأن المشاهد لا ينتظر وكما نعلم نحن في عالم صحيح ونحن في عالم اليمون كنترول تأخرت قليلاً ينتقل المشاهد إلى قناة أخرى أنت في مرحلة متقدمة وواجهة متقدمة مع الجمهور العربي في عملية الوعي السياسي والتثقيف السياسي ونقل الأخبار بحذفيرها وبموضوعية وبتأنن كي لن ننغمس في مشاريع فتنوية أو حتى ننغمس في بعض التعبير التي من شأنها أن ترفع منسوب الكراهية والفتن مسئولية وطنية تثقيفية تربوية سميها أنتم فيها ومسئوليتكم كبيرة جداً في هذا الموضوع طبيعي هي مسئولية كبيرة جداً ولكن قبل أن أجيب على هذا الموضوع أريد أن أعود مرة جديدة إلى موضوع التغطيات لأنه موضوع مهم وحساس جداً موضوع التغطيات لماذا يتساءل ربما المرء لماذا الميادين تغطي بهذه الكثافة مثلاً كان في سوريا في العراق في اليمن في معظم الدول العربية تحديداً في الحقيقة الميادين منذ انطلاقتها لامست نبض الشارع العربي لامست ألام المواطن العربي لامست هموم المواطن العربي عندما تغطي مثلاً الميادين بهذه الكمية وبهذه الكثافة عن الشأن العراقي أو الشأن السوري أو الشأن اليمني لأن القضية لم تعد العراقية فقط عراقية القضية لم تعد فقط سورية оказ Mother القضية لم تعد فقط يمنية القضية هي عربية هي إسلامية كل ما يجري في هذه الدول كل عربي وكل مسلم هو معني به بالدرجة الأولى هذه نقطة الثانية الميدين توجه رسالة واضحة لمعالم بأنها هي قناة عربية هي قناة للعراق هي قناة للسوري هي قناة لليبي هي للمصري هي قناة لكل العرب ولكل المسلمين هذه الرسالة التي تحاول الميدين توجيهها من خلال تكثيف هذه التغطيات ولأهمية هذه التغطيات أيضا على واقعنا العربي وعلى واقعنا الإسلام من هذا المنطلق أعتقد بأن التغطيات كانت وهي ضرورة حقيقية وكانت الميادين تهتم بها وما زالت كذلك ولكن ألا يحدث أن يفاجئك أحد ما على الهواء ويحاول حرف مسار التغطية أو المقابلة أو أي شيء عن هدفها الحقيقي ألم يتهمك على ما أذكر أحد الضيوف بأنك منحازة أو بأنك فارسي تعرض أكثر مرة لمثل هذا النوع في الحقيقة وذلك خلال الحوارات وهذا يعود للموضوعية والمصدقية والتوازن الذي دائما تحرص عليها الميادين مثلا في الحوارات أنت عليك وهذا الأمر معروف لكل الإعلاميين بأنه يجب أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر دائما يعني عندما يكون ضيف موالي الجهة عليك أن تصديف ضيفا موالي الجهة إذا أن يتوفر هذا الضيف الموالي الجهة الأخرى فأنت عليك كأعلامي مزيع مقدم أن تطرح الأسئلة التي تعبر عن وجهة النظر الأخرى كي لا تغيب عن الشاشة مطلقا وبالتالي أنا كنت أمارس هذا الدور عندما اتهمني أحد الضيوف بأنني مثلا لنقولها يعني دون ذكر اسم الضيف بأنني مثلا أنا فارسي الهوية ويجب أن يكون عربيا وكذا تبسمت عند ذلك لأنه يعني بالنهاية ضيفك ولا تستطيع أنت كموزيع عليك أن تحترم الضيوف لا تستطيع أن تصده أو أن تواجهه تبسمت وأنا أدرك يعني إحساس هذا الضيف وخلفية الكلام الذي دفعه إلى ذلك وبالتالي تبسمت وقلت له أنت ضيف عزيز ونحن نستضيفك لكي تعبر عن وجهة نظرك الوجهة النظر التي تريدها والهواء مفتوح لك ولكن بالتالي أنا كموزيع علي أن أطرح السؤال الذي يطرح وموجود على الساحة وأنت عليك أن تجاوب بالجواب الذي تريده مرة أخرى أيضا اتهمت بالعكس يعني مرة كنت عميل لإيران ومرة أخرى مثلا في القضية اللبنانية كنت عميل لقواء الرابع عشر هذا لأنك تلعب دور محام الشيطان وبالتالي عندما أتهم أكثر من مرة بأنني إلى هذا الطرف أو إلى ذاك الطرف أطراف متعددة وبالتالي هذا الأمر يشعرني في الحقيقة بأنني أمضي على الطريق الحقيقي للإعلام أقدم الرسالة الإعلامية الحقيقية الموضوعية والتوازن ولا ننحرف ولا نميل إلى جهة على حساب جهة أخرى هذه نقطة مهمة في مسألة الموضوعية التي تحدثت عنها أريد أن أضيف على هذا الجانب رضاء الناس غاية لا تدرك لا يمكن أن نصل إلى كل الفرقاء أو الفصال أو الأحزاب في العالم العربي نوحدهم على صف واحد نحن نطرح طرح نعتقد بأنه هو الطرح الأنسب الذي يوصلنا إلى قضيتنا المركزية أو وصلتنا هي القدس وفلسطين المحتلة نعتقد هنا وأخرون أيضا يعتقدون بأن طريقهم آخر لكن ما يجمع عليه الخصم والصديق على الميادين هي أنها لا تطرح أي طرح طائفي وأنا لمست هذا الجانب في مراكز ومواقع لمسته خلال تغطياتي على الأرض في الكويت تحديدا دخلت على مجالس وديوانيات في الكويت هم يعتقدون بأن الميادين تنحاز إلى طرف معين وإلى تيار معين ولكن يتفقون بأن الميادين غير طائفية لا تطرح الطرح الطائفي لا تفرق لم نطرح أبدا خلال السبع سنوات أي خبر يميل إلى طائفة معينة إلى فئة معينة عرق معين جماعة معينة تعرفون في لبنان وأغلبكم يعرف أن الطوائف عديدة في لبنان في العراق أيضا بعد الحرب يعني داعش الذي عمله بالعراق وجدنا بأن هناك طوائف أخرى جميع هذه الطوائف تعاملنا معها بمساوات برتن معين السني والشيع والإزيلي والمسيحي وكل الطوائف هذا حتى الخصم أو المنافس يجمع ويؤكد بأن الميادين ليست قناة طائفية هذه درجة مطمئة عذرا محمد ولكن على ذكر موضوع الاتهامات بأن الميادين تميل إلى طرف على حساب طرف قضايا مختلفة في العالم العربي في الحقيقة هذه عفوا اتهامات باطلة واتهامات خاطئة لأنه من يتهم هذه الاتهامات لا يشاهد الميادين بدقة صحيح لا يقرأ بين السطور كل الأخبار التي تقرأ بما يأخذ خبر تحاول مرعا الميادين منحازة نعم ولكن منحازة للقضايا المتعلقة بالمقاومة متعلقة بقضايا الأمة الرئيسية القضية الفلسطينية نعم في هذه القضايا هي منحازة ولا يشك في ذلك أنه رسالة الميادين قامت على أن البوصلة هي باتجاه القدس باتجاه فلسطين ولا يمكن أن تنحرف هذه البوصلة عن هذا الاتجاه الصحيح ولكن مثلا أعطيك مثل وأنا سأخطص القدر الإمكان لتعطي الكلمة للزملاء مثلا أنا غطيت الانتخابات التركية الأخيرة والتي فاز فيها حزب رجل طيب أردوهان كانت انتخابات رئاسية رجل طيب أردوهان ولكن الدورة الأولى وليس الدورة الثانية في هذه الدورة مثلا أنا كنت موجود هناك قلت بأنه نقلت نبض الشارع التركي وأنا كنت حريص في كل رسالة على الهواء مباشرة أقدمها كنت أقول دائما بأن الشارع التركي ينظر إلى الموضوع الاقتصادي وليس إلى الموضوع السياسي الموضوع الاقتصادي يهم الشارع التركي بالدرجة الأولى وليس الموضوع السياسي تحديدا القضايا الخارجية وكنت أذكر بأنه بحسب استطلاعات الرأي حزب الرئيس رجل طيب أردوهان هو الذي يتقدم في هذه الانتخابات بالرغم من الاعتراضات الكثيرة للسياسة التركية الخارجية تحديدا في الأزمة السورية ولكن كان علينا أن نكون موضوعيين في نقل الأحداث خاصة عندما نتواصل مع المواطن التركي علينا أن ننقل بدقة ما يقول هذا الموضوع نعم ملحم بالعودة إلى الملف الإسرائيلي منذ انتلاقتها والإعلام الإسرائيلي يضعوا شاشة الميادين تحت المجهر يتابع نشراتها الإخبارية وبرامجها ومقابلاتها وتغطياتها ويعتمدها مصدرا لأخباره حتى باتت حاضرا قويا ودائما في المشهد الإعلامي الإسرائيلي تقرير يصلط الضوء لهاني فحص الاهتمام الكبير الذي أولته قناة الميادين منذ انتلاقتها للشأن الإسرائيلي رصدا ومتابعة وتحليلا قابلته وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام مماثل بها فالميادين بصدقية سياستها ودقة أخبارها لم تطلب إذنا ولا هي احتاجت إلى وقت كي تفرض صورتها وخبرها على المشهد الإسرائيلي الإعلامي والسياسي وكي تكون عنصرا فاعلا في الحرب الإعلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي من جهة وفي مواجهة حربه النفسية من جهة ثانية فكان شعارها علامة فارقة شبه دائمة على القنوات الإسرائيلية وكانت معلوماتها وبرامجها وتغطياتها ومقابلاتها وندواتها على الرادار الإسرائيلي وكثيرا ما استدرج ما تعرضه شاشة الميادين مواقف من سياسيين وتعليقات من خبراء ومحللين قناة الميادين عرضت فيلما يحاكي هجوما صاروخيا على مدن إسرائيلية حيث كتب عنوان الحساب آت المقابلات التي أجرتها قناة الميادين لم تغب عن دائرة الاهتمام والتعليق الإسرائيليين كأن الرئيس بشار الأسد الآن يتحدث كمنتصر ربما كمنتصر استراتيجي هذه المقابلة مهمة جدا وهذا غسام بن جدو الذي أسس قناة الميادين التي تضع على رأس أولوياتها قضايا محور المقاومة المكوني من حزب الله وسوريا وإيران وهنا يقدم مقابلة الانتصار في الحرب السورية الصدقية والدقة اللتاني تتوخاهما الميادين في نقل الأخبار وكشف المعلومات جعلتا الإعلام الإسرائيلية يتعامل معها كمصدر موثوق به للمعلومات قناة الميادين المصنفة مع حزب الله عرضت بالأمس الجزء الأول من وثائقي من ثلاث حلقات حول حرب لبنان الثانية وفيه تفاصيل جديدة عن خطف الجنود الإسرائيليين الدادريغيف وإيهود جولد فاسر البرامج التي تميزت بها قناة الميادين وتعنى بقراءة المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل كان لها حصتها أيضا من الاهتمام الإسرائيلي وفي حالات معينة تحول الاهتمام إلى مصدر قلق لإسرائيل حيث اتهم الإعلام الإسرائيلي القناة ببث الهلع والذعر في صفوف المستوطنين هذه المشاهد التي بثت على القناة العاشرة تنقل الآن على قناة الميادين اللبنانية هم يعرضون مشاهد لطوابير لا نهاية لها من الإسرائيليين للحصول على الأقنعة الواقية وأيضا التقارير عن استعدادات الجبهة الداخلية وكيف ستتلقى الصواريخ في الحرب المقبلة رصد الميادين اللصيق للساحة الإسرائيلية دفع الرقابة العسكرية إلى التدخل لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنعها من نشر معلومات تعدها تمس بأمن إسرائيل كما جرى عندما عرضت الميادين تقريرا عن نصب رادار في شمال فلسطين المحتلة وكشفت مهماته متابعة قناة الميادين للشأن الإسرائيلي واضطرار وسائل الإعلام الإسرائيلية لمواكبة ما تعرضه جعل هذه الوسائل تتعامل مع القناة على أنها شر لا بد منه تعليقك دكتور عباس على موردة في سياق التقرير الفضل ومشاهدت به الأعداء ومشاهدنا في التقرير يعكس أهمية وحضور الميادين في الشاشات وفي الفضاء الإعلام الإسرائيلي وهذه الأهمية تصبح مضاعفة إذا أخذها بعين الاعتبار بأن الفضاء العربي مليء بالفضائيات الإعلامية وعندما تنتقي الفضائيات الإسرائيلية قناة تعتبرها بالمناسبة معادية لإسرائيل وتعطيها أولوية أو تحجز مساحة كبيرة جدا على شاشتها فهذا دليل على قوة الميادين وقوة رسالتها وقوة صورتها وكلمتها كلمة أخيرة من حضراتكم لمناسبة مرور 2017 يوم على انطلاق الميادين أسهلها معك عبدالله ماذا تقول في هذه المناسبة؟ يعني هو تمني بأن الزخم الذي انطلقت به الميادين وما زالت مستمرة به أن تستمر به لاحقا لتبقى الميادين كما قلنا في كل الميادين إن شاء الله دكتور عبدالس أني أقول أن كما حجزت الميادين مساحة لها في شاشات العدو الإسرائيلي أيضا أتمنى أن تحجز مساحة أكبر في العالم العربي وفي المشاهد العربي وليأخذ نموذجا من قوة الميادين ومن صدق بوصلة الميادين من خلال مراقبة كيفية تعامل عدو الإسرائيلي مع الميادين ملحن بعد 2017 يوم لك بالميادين ماذا تقول؟ أولا أبارك لكم ولكل الزملاء والعاملين في قناة الميادين ولمشاهدين الكرام وأتمنى أن تبقى البوصلة دائما 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 ولا أشك بأنها ستبقى متجهة نحو فلسطين محمد الكلمة لك فابتون والقدس عاصمتنا إلى الأبد إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام لا نشبع يا محمد الوقت انتهى بسرعة أسرع من 2017 يوم على الانطلاق الميادين الشكر لك ليصار لمشاركتي في هذه الحلقة على فكرة هو تاريخ لن يتكرر لن يتكرر شكر موصول لكم أزملاء عبدالله شمس الدين رئيس التحرير في غرفة الأخبار عباس إسماعيل المحلل محلل أشؤون الإسرائيلية ملح مرية المذيع ومحمد السواد منتج في نشرة الأخبار الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة وكل عام وأنتم بألف خير مع 2017 يوما على انطلاق ميادينينا موسيقى موسيقى الجلال والجمال والسداء موسيقى موسيقى والحياة والنجاة موسيقى 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 موسيقى